اليوم بدي أنسف لك شوية أكاذيب وخرافات وأساطير أنت بتسمعها عن قطر وعن كل دول الخليج والناس اللي بشتغلوا في دول الخليج وانت بتصدقها ما شاء الله عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فإذا أنت عاجبك الموضوع خليك معنا للآخر طبعا معظم الكذبات المنتشر بين الناس سببها إما ناس راحت على الخليج وما توفقت ورجعت تكذب عن الناس وقال لك أنا كنت هناك ملك وأنا كنت هناك باشا وأنا كنت هناك ملياردير وأنا كنت أطلع مئة ألف ليرة باليوم وأنا وأنا وبعضهم بيكون عامل إيش معين أو فتح بزنس معين أو اشتغل شغلة معينة وربنا وفق وهيك صدفة معا فبروح للناس بيقولهم أي واحد بروح الخليج بسند زمان بصير ملياردير بعض الناس برضو بيكون راح الخليج فشل للسبب ما سواء لسوق إدارته للأموال أو أنه أصلا عليه مشاكل أو أصلا عليه ديون قبل ما يسافر فبيجي بيقول لك اوعى تطلع الخليج الخليج مجلب الخليج كذبة مش راح تسوي إشي هناك مش راح تحوش جرش هناك فكل واحد غالبا بيعطيك من تجربته واتذكر المثل اللي بيقول لا تصدق شاب متغرب والختيار ما تجياله لأنه اثنين أكذب من بعض أول وأكبر كذبة معروفة عن الناس اللي هو الخليج أنهم بلاقوا المصاري في الشوارع أو رواتبهم عالي جدا جدا يعني أنت مجرد ما تقول للناس أنا لقيت وظيفة في قطر أو دبي أو السعودية أو الكويت أو البحرين أو أي دولة خليجية راح أقول لك أكيد راح أطلق خمسة تلاف دينار لحد الآن في ناس أصحابي أو جرايبي بيحكوا معي بيقولوني معجول ما بتأخذ لك أربعة تلاف دينار أوردني أربعة تلاف دينار يعني عشرين ألف ريالة والراتب كله بطلعش ألف وثمانمائة دينار وبخلصه يوم خمسة عشر الشهر في ناس بتفكر أنه دولة قطر في مناسبات زي كأس العالم أو كأس آسيا بتوزع مصاري على الناس حلوان أو في رمضان أو في العيد الوطني مثلا طبعا إيش أكيد هذا الكلام ما في منه أنت جاي تشتغل إليك راتبك من الكذبات المنتشرة عن دول خليج بشكل عام مش بس قطر إنه في تشدد ديني إنه زوجتك لو طلعت بدون إحجاب رح تتبهدل أو رح تنحبس مش لهالدرج المولوع المفروض أي إنسان يدخل بلد يحترم عاداتها في قطر القانون بيقول ممنوع السيد تطلع بلباس يكون التنورة أكثر من الركبة ممنوع تطلع بلباس يكونه أكتاف هظاهرات يعني ما تطلع بالبروتيل أو بالشلع لكن أنا شفت ناس خصوصا في مناسبات زي كأس العالم لابسين أوسخ من هيك وما حدا أتكلم معهم فما في تشدد بالعكس أنت سول بدك يا طالما ما آذيت حدا وما حدا أشتكى عليك أعمل للبدك يا من أوسخ الكذبات اللي بيكتبوها على الناس أنا بعطيك فيزا لقطر فيزا سياحة وروح ودبر حالك هناك ما فيه إشي زي هيك في قطر ولا فيه إشي زي هيك في الإمارات ولا فيه إشي زي هيك في السعودية ولا البحرين ولا الكويت ولا عباد إذا ما كان معك عقد من وينت في بلدك موقعه وعارف وين بدك تشتغل وين بدك تسكن وقديش راتبك وأي مستشفى أنت فيه لا تيجي راح تقول لي أنت بتكره الخير للناس لا أنا ما بكره الخير للناس بس برضو فيه ناس باع سيارته أو باع بيته أو باع ذهب مرته وإيجي هون جاعد ثلاثة شهر وصار يلف على المستشفيات بده يعبي طلبات ما أحد يقول لك هيطلبوا عبيه التقديم على الإنترنت وإنت في بلدك وفي النهاية خسر كل مصري وصار ينزل على الفيسبوك على جروب الأردنيين في قطر أنا أنكسر على إجارة دار ثلاثة شهر أنا نايم على الكورنياش على الرصيف على شط البحر ما مش لاجي شك أنا فيها مشان الله بصعطونا حق التذكر أرجع ليش تبهدل حالك والبنى آدم اللي باعوا الفيزا هاي ليش نصبت على العالم الفيزا بتطلع مثلاً خمسين دينار مئة دينار بيبيعوها بألف وسبعمية وبقوله روح دبر حالك وربنا راح يوفقك يمكن واحد أو اثنين عملوها وزبطت بس تبصب على عشر تلاف واحد وكلهم ما يتوفق وحرام فيه ناس بفكروا أن المخترب زي ابن البلد يعني المدارس ببلاشي الأكل ببلاشي الشرب ببلاشي التأمين الصح بلا مش لها الدرجة صحيح أن المدارس الحكومية موفرة لموظف الحكومة لكن بتدفع رسم رمزي يعني بتدفع على الطالب مئة خمسين ريال بالسنة أو بالفصل اللي هم ثلاثين دينار فيه الباص بوصله هذا لحاله ألفين ريال يعني أربعمائة دينار فما فيه إش ببلاشي التأمين الصحي صحي إنه كويس بس بدك تجدده إذا عندك خمس ولاد بدك خمسمائة ريال بالسنة يعني مئة دينار سنوي ولما تروح على المستشفى كشفيت الطبيب خمسين ريال يعني عشر دينار أول مرة وكل مرة متابعة بثلاثين فما فيه إش ببلاشي صحيح إنه أسعار معقولة لكن لا تفكر إنه إحنا راتبنا كله بنحطه في جيابنا تنساش إنه برضو جواس سفري لما ينتهي أنا في عمام بجدده بخمس عشر دينار هون بجدده بخمسمائة ريال يعني مئة دينار فيه ناس بفكروا إنه في قطر فيه عنصرية إنه ابن البلد بكره المغترب للأمانة لو بدك تقارنها بباقي دول الخليج قطر من أرقى الدول أنا ثلث سنين هون ما شفتش يمكن مرة أو مرتين موقف عنصري إنه واحد قال أنا بكر هذا لإنه عراقي أنا بكر هذا لإنه أردني لكن هذه حالات فردية والناس كانوا يعني معصبين لسبب من معين إنه تأخر عليه الدور أو كذا وانحلت بوسط شوارب زي ما بقولوا وراحت لحال سبيلها لكن لو أنت في أي بلد ثاني أنا ما بتكلم عن دول العرب أو دول الخليج لو أنت في تركيا رح تلاقي عنصرية أضعاف أضعاف هيك وتسعين بالمئة من الشعب لو أنت في بلد في ألمانيا رح تلاقي عنصرية لا تطاق فقطر بالنسبة للدول هاي تعتبر جنة فيه ناس بفكروا إن الشغل بالمستشفات الخاصة أحسن بالعكس المستشفات الحكومية في قطر وفي الخليج عموما أحسن من المستشفات الخاصة الرواتب أعلى السكن مؤمن بدل التذاكر كل سنة مؤمن مسموح لك بإجازة أربعين يوم أعتقد المستشفات الخاصة بتعطيك ثلاثين أو خمس وعشرين الامتيازات كبيرة جدا في مستشفات الحكومة بالنسبة للخاص فيه معلومة إحنا أخذناها غلط أيام الجامعة الله يسامحوا من الدكاترا اللي درسونا شدوا حيالكم ومبسطوا واخدوا في حالكم مجلب إنه الممرض الأردني مطلوب في الخليج الموضوع مش موضوع مطلوب أو مش مطلوب ما فيش حدا بالدنيا لا الأردني ولا الهندي ولا الفلبيني ولا أي جنسية بتطلعوا جواز صفر بعرف شو جنسيتك فبقلك بس لإنك هندي أنا بيع بعينك أو بس لإنك أردني أنا بيعينك سواء كنت أردني أو غير أردني بتدخل على المستشفى بتشتغل ثلاث أشهر كل شهر بنعملك تقييم بعد الثلاث أشهر بيعملوا لك المعدل تبع الثلاث هذول تقييمات وبقرروا تتثبت ولا تروح على بلدك فالجنسية ما إلها دخل فيه إشي ليش فيه جنسيات بتاخد مئة ألف كل شهر الجنسيات بتاخد ست سبع أفراد بالشهر هذه بتصفي علاقة الدول وهذا مش إشي عيد كل دولة إذا عندها علاقات كويسة مع دولة ثانية بتشغل ولادها وبتفتح لها استثمارات وتتعامل معها وإذا فش بينها وبين دولة ثانية علاقات ما بتشغل ولادها ولا بتستقبل سياحة ولا بتشغل الاستثمارات ولا بتفيدها بجرش هذا إشي موجود بكل دول العالم فقصة إن الأردني محبوب في الخليج الأردني محبوب في أمريكا الأردني محبوب في كندا هذا كذب كبير لكل الناس ما يخلين في حالهم مجلب إذا أنت ما بتنفع على إشي وما بتفهم إشي صور بها الكلمة جنسي لتك ما بتنفعك لكن على المستوى الشخصي لو أنت ماشي في الشارع أو داخل ملعب تحضر مباراة أو رايح على مسجد أو في مول أو في أي مكان وشفت واحد قطري وقال لك منين أنت وقلت له أردني راح أحطك عراص الصراحة كلهم بقولوا أنتوا النشاء مع حبايبنا للمزيد من المعلومات عن قطر اكتب لي تحت بالتعليقات إيش بدك نعمل الفيديو الجاية عن أي معلومة والضبط إذا بدك تعرف أي إشي عن قطر بس كلمني بالتعليقات بدك نزور أماكن بدك نتكلم عن مواضيع تانية بدك نوريك أماكن حلوة سياحية مولات شواطئ بس قل لي تحت بالتعليقات إذا عجبك الفيديو لايك للفيديو إذا عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد من أول بول بالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر